قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الضلال وقال الله سبحانه وتعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لمئس المولى ولمئس العشير وقال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إنه قد يقول قائل لكن هذه الآيات تنصب على من كانوا يعبدون الأصنام فكيف تشبهنا من ننادي أولياء الله وننتقرر بهم إلى الله كيف تشبهنا بعبرة الأصنام الذين كانوا يعبدون الأوثان ونقول إن الجهة واحدة فكلاهما دعاء لغير الله عز وجل وكما قال كفار مكة قديما وكما قال كفار مكة قديما ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة فهؤلاء حديثا يقولون هذه الكلمات يقولون إنه لا يجوز لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى مباشرة هكذا فإن هذا يتنافى مع الأدب إنه أدب بارد ووضع الغريب تراه في أمثال هؤلاء يزعمون أن من الأدب ترك الدعاء إلى الله عز وجل مباشرة وبنوا ذلك على مثل يضحك جدا وفي غاية العجب والغرابة يقولون إنك إذا أردت أن تكلم رئيسك في العمل أو أن تكلم المدير أو أن تكلم كذا وكذا لابد أن تستأذن من يجلس على بابه أولا فهكذا نحن لا نستطيع أن ندعو الله سبحانه وتعالى مباشرة حتى ننادي هؤلاء الذين هم أقرب مننا إلى الله عز وجل وكل هذا كلام باطل إن رب العزة سبحانه وتعالى إن الحي القيوم سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولم يقل فقل كما في كثير من آيات القرآن التي جاءت ردا على أسئلة للناس للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن المحيط قل هو أذن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وهنا قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولم يقل فقل ليزيل هذه الواسطة وهذه لفتة إيمانية يحتاج المسلمون جميعا أن يتدبروا فيها كما نبه على ذلك أهل العلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقولون لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم وقد أخرج ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا خرجنا إلى الصلاة أن نقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سختك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيقولون هذا حديث ثابت في أحد كتب السنن فلماذا إذن تنكرون علينا ونقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لأن في الإسناد عطية العوفي وهذا الرجل كان صدوقا يهم وكان مضعيفا بإجماع أهل الجرح والتعديل ضعفه سفيان الثوري ضعفه سفيان الثوري وابن حبام ويحيى بن معين وأبو حاتم وضعفه كثير من أهل الجرح والتعديل من أمثال ابن عدي والذهبي والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم وعلى هذا فهذا الحديث لا يثبت وفيه كذلك فضيل بن مرزوق وكان صديقا يهم وكان صدوقا يهم وكان شيعيا وبعض أهل العلم وثقه نعم لكن الكثير على تضعيفه وإن كان تضعيفه أهوى من تضعيفه عطية هذا الرجل وهذا الرجل كلاهما ضعيف في هذا الإسناد وهذا يعني أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من باب أولى قوله أو قولهم ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم لا يثبت البتة ونتحدى أحد من هؤلاء أن يخرجه من كتب الحديث المعلومة لكنه لم يذكر أحد من أهل الحديث أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس له سند ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه وعليه فإن الأصل أن يجعل العبد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى واسطة وأن يدعو الله سبحانه وتعالى فإن قال قائل منهم لكن هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا ينادون حجرا كانوا ينادون شجرا كانوا ينادون أشياء بكماء لا تسمع وهؤلاء الأولياء يسمعون في قبورهم وهؤلاء الأولياء يسمعون في قبورهم وهذا كلام غير صحيح نعم نحن لا ننكر أن هناك خلافا قويا في مسألة سماع الأموات ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الأموات لا يسمعون لقول الله سبحانه وتعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدورين وقوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدورين وقوله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فهذه آيات شبه الله سبحانه وتعالى فيها حال الكفار بالموت فلولا أن الموت لا يسمعون ما شبه الله عز وجل بهم هؤلاء الكفار الذين لا يسمعون سماع نفع أو سماع استجابة نعم وهذا آكد في الاستدلال فإن هؤلاء الأموات لو سمعوا لم يستجيبوا ولم ينفع هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله هذا السماع قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدع من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين نعم وقال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير إنه لو افترضنا جدلا أن هؤلاء الأموات يسمعون في قبورهم وإن كان ذلك على الصحيح ليس حقيقيا وإنما الصحيح أن الأموات لا يسمعون في قبورهم وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف التي صحت فنحن نؤمن به ولكننا نعتقد مع ذلك أن هذه كانت حالات مخصوصة فنداءه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفار الذين وضعوا في قليب بدر إنما كان ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وفضلا من الله عز وجل على نبيه ليقيم الحجة على هؤلاء الكفرة وليكون عبرة يستفيد منها الناس نعم لقد قال قتادة الذي روى هذا الحديث عن أنس الذي كان أحد رواة هذا الإسناد قال أحياهم الله عز وجل كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم نعم فإن الميت في الأصل لا يسمع وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل من أمتي يسلم علي إلا رد الله علي روحي وهذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم ميت كما قال الله إنك ميت وإنهم ميتون وأن حياته البرزخية تختلف عن حياته في الحياة الدنيا وأن الله سبحانه وتعالى إذا سلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحد من أتباعه فإن الله يرد عليه روحه حتى يسلم حتى يرد السلام على من سلم عليه إذن فلا يجوز لنا أن ندعو أحدا من دون الله سبحانه وتعالى ووالله إنك لتعدم أن المشركين أصحاب الأصنام الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل كانوا إذا ضاقت بهم الأمور لا يلجأون إلى الأصنام ولا يلجأون إلى القبور وإنما يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى وهذا ما أقرهم الله عز وجل وهذا ما ذكرهم الله عز وجل به قال الله سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وقال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم وحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وقال الله سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقال الله سبحانه وتعالى وإذا غشيهم موج كالظللي دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور فهذا حال المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا إذا ضاقت بهم الأمور وادلهمت بهم المحن لا يلجأون إلا إلى الله سبحانه وتعالى وأما هؤلاء الذين يزعمون أنهم على الإسلام وأنهم على التوحيد فإذا ضاقت بهم الأمور يلجأون إلى أصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى ومن عجب ما تقراه في كتب هؤلاء أنك تراهم يتورعون ترجمة نانسي قنقر